مساء النوب احسن موزا دكتورة اسمه حمدوني طبيبة عامة مغربية بالقطاع الخاص بمتينة بوشتور كان دي الفكهة الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق لايفات ولا حلقات بمباشرة وكان ختم بزاف على الادمان امراض المزمنة داء السكاري ارتفاع الضغط دموي وجميع الامراض اللي كسأدلها الدغوطات يعني مثلا كنين علاقات وطيدة بين الادمان ديل الابناء ولا الادمان ديل الزوج والامراض المزمنة ولا التوتر اللي كين تجعلها هادشي اذا كتكون الاسرة فيها بساف ديل الامراض متدخلة بيناتهم وباش المرهة مثلا يكون عندها واحد اه الشفاء من الحالات الصعيبة ديل السكاري مثلا ولا ارتفاع الضغط الدموي ولا السترس كي خصنا ضروري هذا السيدة ما تكونش عندها واحد الحاجة اسمي تلهم ولا التخمام وهذا التخمام والهم تيطلع بزاف مني كيكون عندها الادمان في الاسرة كذلك كينا عندنا واحد تفسير علمي هنعطي لكم واحدة طريقة بسيطة باش من صحبش لكم امور كل ما الانسان تفكر كل ما الانسان تخمم كل ما الانسان كيكون عنده واحد طاقة الجسم ديالو كيتطلب واحد طاقة كبيرة العضو اللي كي يختم بزاف طاقة هو الدماغ والدماغ من يختم بزاف دماغ كل ما خمم كل ما كيحتاج للطاقة كيحتاج للسكر كيخلي الجسم يفرز واحد المواد بحال الكورتيزول باش يقدر يطلع السكر كذلك عندنا واحد الادرينالين وهذه اللادرينالين هي التي تكون مسؤولة جزئيا على ارتفاع الضغط دماغ يعني كل ما خممتي كل ما كتدفع الجسم ديالك باش يطلع لك السكر وباش يطلع لك تنسيو دونك هذي هي تحريف بسيط لاشنو اه كن شنو موال الحفيج اللي كنركز عليهم بزاف في الخدمة ديالي وفي التوعية قبل ما نبدو نقدم لكم هاد الحلقة وله هاد السلسلة اللي غديم بدون خدموا عليها وخدمت عليها بساف وبحث فيها بساف اللي هي الجريمة الالكترونية لك الحلقة اللي غدي نخليها الاهم موضوع لحماية الشباب من انهم يمشيوا في واحد طريقة اللي مكتر الجاش تشويه سمعت مؤسسة قبل ما نبدو غدي نقول لكم ان كنا واحد صفحات ولا صفحات بالاسم ديالي تيبي كتبوا عليكم ولا تيقول لكم كي بيعوا الدفا ولا اشي حاشا حتى هذي جريمة كتسمتي حل صفة دونك انا دير الدكلاقات ديالي بيهم لا يجازيكم باخير ما تتواصلوش معا قلو غدي ندخله في الموضوع ديالنا ديال تشويه سمعت مؤسسة عن دارك ومواقع تفاصل اجمع النصيح اللي غدي نعطي لوليدة صغر يلي كنتي ختم في واحد المؤسسة وفي الاخر ديال الشهر كتتاخد واحد الوجره هذا كيعني انك انت واحد الانسان صالح قريتي خدمتي شتيتي واحد البريسة كتتاخد واحد الامنة في الاخر ديال الشهر كتعيش بها واحد العيشة كريمة كيمكن لك تفتح واحد البيت كيمكن لك تزوج كيمكن لك تعاون وليديك تعاون وليديك تعاون اخوتي كلاه كانوا صغار تقراضه دكو دكو خصك تعرف الولدي اللي يرضي عليك هو ان هديك الوظيفة اللي نتخدم فيها منك نقوله سمعت مؤسسة ماشي ضروري مؤسسة هي إدارة ديال الدولة لا تقدر تكون شركة تقدر تكون ما أريد أن تقوم بها نعم المهم تشويع السمعت مؤسسة تقدر تكون ما تشويع المؤسسة أخير بغيتي تشويع السمعت دكو سيقوم بمشي نحويج اللي شفتهم في اللايفات واللي ساروا الانتباع ديالي واللي كان نظن ان الانسان دار هاد المعلومة فرصه نقدر نفعه حيث الهدف ديالي اول ناصحة كناتل الشاب اللي كيخدموا في شي مؤسسة لا يجازيكم بخير حاولوا تخدموا مع الطبيب ديالكم او الا مع الطبيب النفسي او الا مع الأخصائي النفسي باش تربيوا واحد الحاجة اسميتها ثقة في النفس علش لان الثقة في النفس مني كتكون عندنا متنقوش نقولوا ديما انا خدام في هاد الفلاثة انا خدام في هاد الفلاثة انا خدام في هاد الفلاثة او الا انت يا مادم في نية الشخصية ديالك خلاص اللي خدكم تعرفوا وهذا مو ادبها هنا فينا خدام ان هاد الموضوع طبي وماشي قانوني حيث انا ما قريش القانون هو ان الانسان المريض او الانسان اللي عنده مشكلة في الشخصية دياله او الانسان اللي دازمن شي ضروف صعيبة خلاصه ما يتقش برأسهم مزيان ما يقدرش يكمل معك السلام عليكم الى ما قللك معك وتقول الاسم ديال المنصب دياله هالظاهرة احنا كنعرفوهم مزيان وكي الوليدات صغر متيعرفوهاش تيكونوا باقي اكسيتي كتكونوا باقي الفرحاني بالبوست جديد يمكن كان حلم ديالكم باقي الفرحاني او الافتكال الوزين او الافتكال البلاسة يمكن اول مرة تركب في طموبيل في حياتك من اخذي طموبيل الخدمة احسنتي باحد الاحساس واحد الموجة واحد البوستات غنالين احسنتي باحد الجسم ديالك بحلش كنكونوا صغار اول مرة كنصوقو وكنتعلمو كرميوكت كيكونا روخ السياقة تركونا اكسيتي تيكون اللي بغاي ستاسيوني سنقولولو في الدار اعطيني انا ستاسيوني اللي بغاي تسخر انا نجيب لك اديك صخرة اوكي كنكونوا شوية اكسيتي شوية فرحان نكسر من القياس شوية متوترين هذا كتتوتر كيتخدم طيبيا نعطيكم مثال منيس يكون واحد الموظف جاء من واحد المنطقة ولا من واحد الدوار ولا من واحد العربية وقراء وكان مجتهيد وغصال وخدام وكذا وبقى غدير وكيتلع 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 واحد النهار هذا كالموظف كي ياخد واحد البوست مهم ولكنه في القلب ديالو لم ينفش على هاتك الليكس مثلا كيتعطاه واحد المنزل الخدمة على حساب الخدمة ديالو لانه موديد اكبر شركة عملاقة مثلا ياخد واحد لفوتور ديالو سيرفيس طمو بسيارة المهنة ديالو سيارة الخدمة ولك السيارة مثلا اذا صدمة اللي كتوقع لها في القلب ديالو كتكون بحل ديالشي واحد اللي بحاش يدري صغير شريتي ليه واحد الفيلو واحد دراجة هوائية واحد البكالة مثلا كيف تقوله بالمغربية طو كذلك الوليد من ينزلك بحل ديالو كي يحس بالقلب ديالو كيف يفرفر كذلك الموظف من يتيجي من واحد المستنقع بسيط او لا فقير يعني كيكون دوز واحد الفقر ديالو وطلع وكان مو اجتهد الدراسة ديالو كي تقدر توصلك الواحد البوست ولكن تخصك ضروري مرافقة طبية علشي لان الصدمة اللي كتوقع لك من التهزم من واحد المستوى ديال المعيشة المستوى اخر هذه الصدمة كافية باش انا هتخلي القلب ديالك يدق بالسف لان الادرنالين ديالك سيطلع بالسف اذا انت خصك شنوتين خصك بحل يطلع درجة درجة وماشي عيب راح كينين مثلا في الدول الغربية منين كيكون مثلا شي واحد كي طلعت يقول لي رئيس حكومة ولا كده ضروري يكون عنده مستشار ديالو ضروري يكون عنده مثلا واحد واحد الانسان تيوريه الجود مانرز ولا ليبون مانياغ ولا فن الباقة ولا كده لان منين تطلع الواحد البوست تقدر تدولي تدولي مع ناس خرين تدولي تدولي مع طبقة خرين تدولي تدولي مع مسؤولين كبار بزاف دونك القراية اللي قريتي فلافاك ممكن ليهاش تكون كافية باش تعرف تتعامل مع ناس كبار اذا ضروري يخصك واحد الانسان تيقري غير البروتوكول كيقري الاتيكات كيقري كيفاش تاكل مثلا موليف كتاكل كتتخمص بيدك موليف على الدواجين موليف على البانيني منيك كتطلعوا كيوالي عندك واحد البوست اخر كيوالي خصك تاكل بالموصف وش كيوالي خصك تاكل عارف شنو يلاوت كاستخنومي كيوالي خصك تعرف شنو هي كيوالي خصك تعرف كيفاش تلبس لمارياج دونك الى مكانش عندك هادولدو ولا مكنتش كبرتي فهي اوحد البيئة اللي كتخليك تلبس واحد الباس اللي هو اا اانيق اذا خصك دروري يكون عندك واحد الكون صيديالك واحد وحيد المستشار مستشار دي الاناقة ودي اللباس ضروري علاج سأعطيكم مثال بسيط مني تلبس كوستيوم ستعرف الصباط اللي غايجي مع داك الكوستيوم يا إما كتكون كبرتي في واحد المنزل ولا في واحد الدار ولا في واحد الأسرة اللي كتتعرف مزيان معاش يتلبس المكاسم معاش يتلبس التكستر معاش يتلبس كدو معاش يتلبس كدو يا إما ما غاديش تعرف كي باش تلبس وخي يكون عندك الذوق وخي تكون عارف اللي عارف وخي يكون عندك دوك لودون ولكن كينين دا غاكل كينين قوانين خصك تعرف أنا كنتكلم مع الناس اللي ربي سهلة لهم وطلعوا بالجد ديالك ولكن كين لو سافوار كين لو سافوار فار كين لو سافوار اتر عندك واحد العلم في الدماغ ديالك عندك واحد العلم ديالك عندك واحد العلم ديالك كيفاش غاسك نتا وخي تكون مثال بسيط حيث تشوي سمعت مؤسسة مؤسسة في الواقع ومشكل الكبث ومشكل الكبث لان القانون لا يحمل مغفلين سوف نحسن في الواقع تحية طيبة شكرا 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 في موسك جدا ادخل 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 إداة وفعل المشكلة وفعل المشكلة وفعل المشكلة إذا لم تتعلم مع المرأة أو لديك مشكلة الإنسانية أو لديك مشكلة العنصرية سيطبق عليها العنصرية ويجب أن تختبئ لنا مشكلة دولة ويجب أن تتحب بشي حلقة يكون سفيرة ومن المنوحدة المنظمة العالمية ويجب أن تكون مزيدًا ومزيدًا لأنك لديك مشكلة تربيه وتتوافق للمشكلة اذا كانت جريمة مؤسسة سبعة مؤسسة سمعت مؤسسة سبعة مؤسسة وكما تستطيع التابع بك اشتركوا في المغرب و في أي دولة في العالم اشتركوا في المنطقة على المنطقة ان يتوفر الممتعة على الحكومة على المشاركة يشترك الناس الكثير من الناس هذه المواقع والإنترنت تأتي السلاح يشترك الناس يمكنه الموظفين يقدرون الموظفين يجعلون كاتاستروف في انترنت و ينسوا معدل المؤسسة أعطت لك أحد السيدة من ألمانيا أو من كازا أو من طهجة أو من السويد المغربية يجب أن تكون مناقبت في أحد داخل المنشفين أردتها في أحد السيدة أخبرت لك أخبرتك فإنكار الموظفين أردت التجريفين نحن هنا الموظفين أجد التجريفين أعطيت تجريفين عندي في كبت المطاق تفتح عندي الكبت المترجم تجدها نحن نفعت كبت المطاق يجب أن يكون الكبت المترجم لن تكون قد وصول موظف كبير لن تخدمك لا تتحدث عن المستخدم لا تتحدث عن الجريمة من الجهة القانونية اذا كنت موظف كبير لديك مشكلة لكبس فأنا والتل تستطيع ان تأخذ هذه الكلاد اسميليا السيدة وتتواصل معها و تقول لها شبتيني و كذا و تريد ان تتعاوني هالي ديبلوم جيالي هكذا هذه السيدة بني كتصفت لها نتكشي كتصحبها للمشاعر تيالك كتقدر تسكرين وتمشي في انترنت وتكتب للناس كومنتين لي كومنتوما للسيد ديالكم و تقول لهم ما تبقوش مشيو لهاد الوتيل لان فيه تقدرو تكونوا فيكتين دو اغسلمان يعني انتو ما غاتمشيو لما غاتتعرضوا الموضايا قد تحروش دوك هندرتين تجاري ما إلكتروني يكتمت شوي سمعت مؤسسة مني لاباتخون ديالك غدشيو غديتشوف انكين ان كومنتر وكين سكرين تيدور فيه وكين سكرين وكين واحدة من زبائن ديالك اللي جدوزت عندك ان سيجوغ ورجعت البلادها وانتدويت معها في الخاس لان السيدة تقدر تدعيك وإلى دعاتك واحد السيدة اللي عندها انوتيل ومعندش اللي قبل ولا بس كوهية طبيبة ولا محمية ولا شي حاجة أخرى مخليك انت وعندك الورق ديالها مقدين عندك معندها والخبرة وكعدة ويرشوفوه وش كونتي يالك ونشي ماشي سيكونو خسائر كبيرة غيصقوا فيك ماذا يمكنك التحديث عن هذا الشيء هذا الشيء قانونيا لا نعرف ما الذي يجب على شعر سابونة مرد تصميت الكبد هذا المشكل يجب على سبيل المشكل لأنك كون ما كانش عندك مشكلة ثيقة في النفس كون دويتي معه يقدامك على الأقل ما غديش ترجري ماء إلكترونية وتعطيها فرصة باش أنها تكون عندها دليل وتشوهك وتشوه البلادك وتشوه المؤسسة اللي نتخدم فيها وكين المشكل الأخرى كثيرة من بغيش ننحرجكم نقولها لكم كاملة ولكن إلا كان عندك بحالة التصرفات أنا أعطيتكم غير مثال واختاريت المثال اللي طابو إلا كان عندك بحالة التصرفات يعني أنت ما كتتحكمش في المشاعر ديالك مع الجيس الآخر خصك ضروري تتعالج ضروري لأنه وخد زوج غديبقى في كالبسادة حسنًا حسنًا هذا مثال لتشوه السمعة المؤسسة اللي تخيف غير سأعطيكم مثال آخر لتشوه السمعة المؤسسة عنده علاقة بالثيقة في النفس مني كتكون كتدوم مع الناس براء الخدمة مني كتن خرجه من الخدمة كنسد الساروت كتن خرجه مع الاثناج انت موظف ماشي مقاولة منين كتن خرجه مع الاثناج كتنسى الخدمة ما كتبقىش خدام ما كتبقىش سميتك موظف طريقت تنبيك موظف مقاولة مني كتن خرج من الخدمة في المناسب تلقي معك شى واحد كتبق انت ديمة يرضيك الكاسكاد دي خدمة üç مالوك توقع للناس يدوم معك هوا أنه تملو منك إذا بقت قطع في المناسب معك تقول لي أنا اليوم في السرب يستطيعها تالك أول حاجة توقع للملل الملل الناس الذين هربوا منك لا يشعروا منك الناس الذين هربوا منك لا يشعروا منك لا يشعروا منك لا يشعروا منك يمكن أن يقرأ القانون قال لك القانون هذا كان معاقر إطار العمل بيناتهم يهدر معها في داخل المؤسسة يجب أن يقرأ أما سألت تهدر معها مثلا خارج المؤسسة كان يظهر ليس عبا لأن الشخص ربما نيته صالحة مجهدت أو أعلم ما هو ديبلونت القانون سأجدك إذا لم تكن لديك ديبلونت القانون لذلك أنت بحالي بحالك نحن بجوجنا جاهلين لا نريد أن نضيفه سألتك محامي ونطق أنت قاضي وإنك واكس المليك وإنك إعقار القانون لذلك كما أقول سمعوني مزيانا كما قلت لك انت اخذ دم عندي انا سنخلصك في الاخر 10 شهر مني كتخدم عندي كتكون عبد ديالي عبد ما اجهر كنقول لك هالي طاش تديرهم وتسكت سمعوني مزيان باش تفهموه انا ماشي دابت سنقصح معاكم الهضران انا جو تيكس بيكليشوز تلك السون مني كتخدم عن شي واحد تيكول لك دير هاد شي كتديره بالحرف داكا جو تيكول ديالتاش وانت تيولا بوغي اكزيكوتي تنقول لك هاش تدير و هاش تفعل و هاش تفعل و هاش ترك انت تتقول لي واش نصورك واش انت موافق تقول لي اه تنقولك هالكونترا قراها قليزيه وتعالى بغيتي تبارك الله بغيتيش تبارك الله مني كتسني معي الكنترا ديال الخدمة و سنقول لك انك نتايا ستتكلف لي بالزبائل كساسوه في المغرب و البره كساسوه قدامك او في المواقع لضغيس ديالهم تشدها تدوي معهم تلبو منك ديزينفورماشون اعطيهم ديزينفورماشون تلبو منك الكالندرية اعطوهم الكالندرية تلبو منك لاجندة اعطوهم لاجندة كمبير تلبو منك اعطوهم 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 اذا كنت تجربة لكي تتعرف تشجر من أجل السكان من يجب أن تكون مخفزين هذه هي المشكلة للموظف الذي لا يريد أن يفهمها وكما تكون تحب بالتعرف يتعرف أنك مخفزين أحياناً غير مهني إنسان ما يعمل بروفشيونال البروفيشوناليزم هو شيء كبير لأنه لا يتطرد من العمل و أنا متفقه مع الباترون من يتطرد الإنسان من العمل لأن الإنسان كان يغير يختم وكان فعلاً حينث ومعقول ما سيجعله؟ سيجعله ويسقط إذا تنسي جيتي عندي فقال سيليع فكلاً لأريك أن تخدم عندكم لا تنسى مشكلة القانون و قلت لي خدمتي عندي لا تصحب لي مع الكليان لا تصحب لي معك هذه هي واحدة من أهم الحويج اللي كنخدم على اليوم أنا في الخدمة هي الموت يجب أن يحرف رأسه لا تتقدر بياتي لا تهم ما هي التي تتكلمها أو لا لتتصحب أو لا تغير هذه هذه ما هي يجب أن أتغير المرحب. حسنًا إذا كنت تتغير المرحب. هل يقول لهم أنهم يقوموا بشكل أهم. فإنهم يجب أن نقوم بسيطة. حسنًا أعرف ما تفهمون. فأرصَت الجورية والدخلات و قلت لي حقا و إذا كان برها العمل أنه يكون إنسان حر. و إتصحبت المعارض مع الجورية بحثك. لماذا تصحب سيلي مع الزبونة ديالي اللي جاس عندي للوتيل وعليش خديتي بوحد المعلومة ديال الخدمة علش دويتي معاها في لضغ اسميل ديال الخدمة هتكسر مهني صيف تطلين السيدة بقات لضغ اسميل ديال ما عندك لحق تخدمها جلت ليانا خلت نموغ التليفون ديالا ما عندك لحق تخدمها علش دبق انا سوكريتر ديالي يجي واحد ويدوي معاها وتساخد هي نموغ التليفون ديالا ايه في المغرب بيناتهم ولكن رات شوي سمعه يجي عندي وقالي الكاتبة ديال الصاحبات يجي عندي وقالي الكاتبة ديال الصاحبات غد يجي عندي صاحبتي وقالي 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 عند الباب ودكشف نعيد له البوليس سلام عليكم الله يجزيك بخير عندي إزعاجها تسيدهج مني على العيادة ونكبر توجوخ توجوخ كبرها صغر خليها منو ليه ليها البوليس اهل السيطان يجي عندي ما يجي عندي وقالي 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 هذا لا يوجد في الفيديو هذا مجموعة اشتركوا في القناة شكرا 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 في المؤسسة وهذه واحد المصطلح الجديد دونك انت جيتي باش تسيد ستدرقوا ستدرق انت توي انكابابل انا غن ندخل معك دابل طيب يعني انت كراجل غير قادر غير قادر على الدخول في علاقة مع واحد السيدة اذا عندك انت اعاق اعاق علاقاتية انا غدي نعطيها لك بوحد شكل ونصر ما غدي تعرفوا كان واحد العلاقات كانت توقع في الدلالي الصغار والشباب والمراحقين والناس اللي مشاربين شعقلهم وكان نحسف الرجال الكبار لديهم تعتبروا مراحقين بالنسبة لي هو انما كان راجل كي يصيد البنات الراجل الخور او لكي يصيد العينات الراجل الخور شكرا شكرا وكان الراجل يتعجبوش يمراك يمشي عندك يقصدها وكان الراجل يكون شخصيته شوية مش ضعيفة ولكن شوية خصو الخدمة يتعجبوش يمراك يتعجبوش يمراك بحراء يدور لها من النهاس يدور لها من النهاس يجاب المركز و والمامار يجب ان يكون عملياً من المشكلين يجب أن يتغطيه بالشراب يخزي المثلتون وزواجين يعني الى اهدرت معها خارج اطار العمل كنتظر ماشي مشكلة لكن مباشرة ماشي في ايميل او اخد رقمها انا كنتظر لك على مباشرة وانا كنتظر لك على عموما مزعمة اما انا شخص لا ما نقدرش الاسباب شخصية وطبيعية يعني انت ماشي من هاد النوع وغير بغيت تدوي على ذاك شي دونك انت داوي خاوي كنحصار مكاسيدي سوف نضغك ستقلب لتقرق يعني انت بغيت ترجمه انا تدوي على الجريمة الالكترونية الحلقة واحد من سلسلة تدوي على تشويه سمعت مؤسسة يعني انت تفكت دوي مع دكتورة في الطب سالية البحث تيالي في الانترنت سالية للايف سالية الجاوب سالية تدوي مع منوالا اراسك عمر غدد وراسك خاوي غدسكت تكو هذا هو العلم داب انت تدوي مع الدكتورة اصمح لي السيدة سوف نبغي اصمح لي السيدة سوف نبغي اذا سوف نكمل الموضوع دي هانسياتي باش تستفدو مني اكثر الى عندك مشكل الى ما عندكش القدرة و تقول لها عجبتيني ما عمرك في حياتك سوف تعجبك هذه المرأة حيث ديما ما غديش تبان لها راجل باقونت خلاجيتي عندها من اللول نشان سوف تبقى ديما نقول لها تكسيد راجل هذا رأيي الشخصي كمرأة و كنحترم الرأيي لجميع الناس الرجل لما عنده شخصية قوية متيعجب في العيالات نسدو هذا القوس و نكملو في شوية سمعة مؤسسة شوية سمعة مؤسسة شوية سمعة مؤسسة إلكترونية شنو هي انا غنعطكم مثال عندي تجربة ديالتخوازون دياللايف كل سنين دياللايفات بوحد شكل كبير جدا كنت كنقرقو شي كنت كنوقف اللعب حسن نكمل لي كومنتر كاملين كنت كنجاوبركم عارفين كل شي كنت كنستفز الانسان حتى يخرج دك شي اللي يفهم كيبدا بسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شوية كيبدا يخصر لها ترحصة كنت كيدرشي واحد لكومنتر كن مشيت نقرأ ليه كن نورك على البروفيل اللي عندو كنشوفو كنتكول عند النس اللي عندو كنشوفوشنوشنوه هوا سيدلليهم جيم كنه هوا سيدلولو جيم كنهوا اللي كومنتر اللي عندو ما فرامون جا فييه وريمونجا فيرامون اه من يكسي وليه كيسه كجي لكوه شنوكتاشفت كتشفت واحد المشكل خطر المؤسسة كانذين يعرفو هو زي ديال الخدمة او لا التوني ديال الخدمة او لا لوغو ديال شركة ديالك مثلا عندك ريستوران بالنسبة لزي الرسمي ديال شي مؤسسة ديال تولار لكم فهمتوني لش كندوي يعني مني كنشوف نفوتو فيها واحد لابرسان ديال زي الرسمي ديال الخدمة ديالو سيفغي كنتا مخبي وجهك اوكي سيفغي سيفغي كنتا مديرش سميتك سيفغي ولكن علش انا غدي ندخل في الليل في الثوازع ديال ماتا ولا في مينوي ولا مام دورون لجورني ولقاء اللايف افك انفوتو يعني مديرش انتايا كاميرا بحال ماشي بحال دابو ولكن مديرش كاميرا سوغتو سوغتيك وكي نشوفك انك دير انفوتو ديالك ومنزل كاسكت على وجهك وكتتكلم وكتدوي وكتجمع وكتطلع لبنانس وكتطلع لفم وكتطلع لرجال وكتنقش مواطع اوكي انت مواطن يابات بروبلم كتناقش مع الناس ما كنتشي مشكلة ولكن علاش دير الزي دير المؤسسة ديالك مني كندخول انا وكنشوف كيفاش كتدير سنقرأ الشخصيه ديالك وشكنقرأ الشخصيه ديالك أوتوماسيك مو إلا ما كنش تبيبه ولا ما كنش إنسان اللي عندها بدغو كل جو مجر فينا المون ك جاع الناس اللي اختامين معاك والإدارة ديالك كاملة عندهم منفس العقلية ديالك انت دوك لكنس عندك المونتاليتي ببوري ولا أكستريميست غادي نقول أنه إدارة كاملة عندك تفكر هكك إلا كنتي فيك شوية العنصرية غادي نقول أنه الإدارة كاملة فيها العنصرية إلا كنتي شوية باربار ولا شوية بروتال غادي نقول أنه كو كوب حالي هكك دكار دوك لك كيشن برنشيبال كي سبوز وكي سنبوز دير لايف بريك لفوتو ديالك وخمس بيانجواجك وخمس بيانجواجك ديالك مؤسسة ديالبلاد لقد وخمس بيانجواجك في البدء ايضا فاني كنت تتعرف نفسي في قمت بسهولات عندما أفعل نظري من المتصف عن المتصف من المتصف من المتصف أني متصف عن المتصف ومن المتصف المصدر في الأشياء ستجد المصدر شكل المصدر مصدر و تجد المصادر لكثير 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 في الحمد لله أجل حسنا سوف تجربة محل سوف تجربة سوف يتم تجربة سوف يتشجد تجربة حسنا سوف يجربة يجب أن تجربة تجربة في محل مرحبا نصيحة ايه هل قلت مرحبا اميلا اصحاب المرحب اميلا يجب ان تدخل الى مكان يحضر الى اشهار هناك الحق يجب ان تخسر الى راشد فهو يخسر علي 40 مليون تقضي و يخسر علي 150 مليون و يخسر علي 200 مليون فهو يخسر علي و يخسر علي و يأتي انت تدري اسميه لانك لانك انا انا سوف اشرح لك كيف انا انت راجل فهو يجب ان يكون يجب ان يكون برأسك بسميتك و كنيتك حيث انا ما رأسك صارت انه ليس لابسا تستطيع تجnai من خصوص مستحق رأسك من خلال كنت كنت جمعوا في قفة يمت رأسك نفس الشخصية لا تجمع الناس في قفة واحدة أي إنسان إذا كنت تعرفه عنده شيء مثل الخدمة لبسه خرج بإنترنت نوما المو خاص يمشي عند أمدسان جنراليست ويحبره لطنسيو أغتغيال هي اللولا بس كلا كنسى عنده لطنسيو أغتغيال فيها عشرين طنسيو طالع ليلة عشرين ما كيزبقاش عندي الأورجنز أنا هي نشوف النفسية ديالو الشخصية ديالو حاجة خراب كنشوف الصيد يقدر يتشلل كنشوف الصيد يقدر يتشلل عرق في رأسه كنشوفش آكت ولي عندي الأورجنس حالو تجوغ أمدسان يفو صوفي تخيطي إبريبنية ستاديع خصني نعتق نقد نعالج وعاد ندير التوعية ولا الوقاية بعضو واحد صيد ديالوحد الحاجة الأورجنزازون موندية للاسانتي كتقول لك من المنظمة العالمية الصحة كتقول لك نقومس تجوغ بالأمدسان جنرال سوف نقا ديورجنس فلاقران دولة هادي مثلا كيقول لك دي مبدأ بالطب العام وإلا كانت في حاجة خطيرة يعني حالة مستعجلة ديالطب النفسي طب النفسي في الدول المتقدمة ولا في أي دولة ولا في أي مدينة متقدمة حس كيني دي بموضون متقدمة وموضون متخلفة بغوة كنسوة كلا نزارك في البسيكياتخي ولكن رايح معك طبيب عام معك فرملي معك انتاغل معك فزنفونسون معك بزرد الناس نقوم بزرد هذا سيصح أولا نقوم بعمل استخدام نقوم بعمل يذهب بعمل ايزال التقليد 겠어 هذا يمكنك التطبيب العام من الطبيب العام و يقرر يرسل الى الاختصاص و يدوى الاختصاص و يقرر ان يتجاوب فقط و يتجاوب فقط و يتجاوب فقط و يتجاوب المترجم للجانب خارج ك PG أقدم المترجم للجانب مستطيع بشكل هذا الموت اتكلم عن طبيب نفسه لأنه يمكنك أن نخدمه المسكيزوفخان لأنه يمكنك أن نعرف المسكيزوفخاني اضافة القمع منطقه في المغرب لأنه السسيدات يجب أن يقرروا الدلالة بالعصن لذلك فلا تفهمه ربما تفهمه ستفهمه لانه يجب أن يجب أن يفهمه اجهد مانا تشويسه مؤسسة محاولة يستطيع أن يجب سفت الاسباب والناس لا تشابه. الموظف المستثفى التي تكون مهمة بالصف يجيبون المدسان والبسيكاتر أو البسيكولوج ويجيبون الفحص والاستجواب هذا الإنسان الذي يريد أن يعمل لهم لكي يرى ما هو ساوي وكتئب 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 بيبولار الف fragrان والراد pengسطس وكتئب الانسان وكتئب الانسان وكتئب الانسان الانسان عنه عندما يكون لدينا خطيرة بالفعل سيدروم العثور عندما يكون لدينا حيث يتعالى عندما يكون لدينا الحب يستطيع أن يقتل ما هو هذا المسكين الغيفيغونس 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 هي المرجع لذلك هذا الإنسان المسكين أي شيء قدامه يستطيع أن يقول إذا أدوتي سوف يقول لك سوف تسطيع اللقاء سوف تسطيع اللقاء في قنصة ملومة الطبية ومنتقية سوف تحبط المعلومات سوف تقوم بمغربة بالإنسان فهذه المؤسسة سوف تكون الغيفية سوف تقوم بمغربة لديك تقوم بجرمل اذا كان لديك لسنتروم دو غيفرنس في ماذا يدوي الإنسان تتقول لا تدوي لي أنا أعطيكم أخطر الحالات المعاناة ديالهم إلا شي واحد دوا في تلفازه في إذاعة شنو سيقول هذا الإنسان المريض اللي كيعاني من هذا الحالة تيقول هاد الإنسان تدوي عليها اللحكي هو ما كينش هداه ما كينش مدينته ما كينش بلاده السي باستخدام المريض عمل أعطيكم مزاع مهلا قمت باستخدام برنامج يتم باستخدام منذ جنو وعاكز كم يكون معجزة أحد المريض هذا المريض يستطيع انضادر مثلا عنده ميوب ولا إيبا ومتخوب ولا مهمة عنده لا تشرفش مزيان القرب ولا البن منيك يشوف المقدمة للبرامج ديما تستطيع ليل ينتيالها ديما 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 بساسر ديما نضادر ديما نضادر ديما نضادر واحد من النهار ديما نضادر ماذا سيبقى عليه؟ يستطيع ان تقرس الانسان كيف نقوله بالدريجة يقول هذا يوقع لك تبعني عليها حيداتهم تقول لي انني انا ماشي عور بحالك هذا الانسان يقدر يز شي حاجة ويهرس هذا الولادك التلفاز سمعت مؤسسة يؤقت على القانون او لا انا انا مانديش نجاوب خاصة جاوبك محامي او لا واكد ملك او لا قاضي ولكن اذا كان سعيد مؤسسة وشو وثيالية سنلجأ انا القاضي او المحامي او لا داروري انا غدي لجاء القانون باش هو مو يبري مليش ننضير ولكن جاوب لجاء ديالك انا ما عنديش غدي نعطيكم مثال اخر الى كانت مقدمة برنامج لبسة واحد اللبسة وكانت كدوي في البرنامج وكذا واحد شوية قطعوا البرنامج وحيدات هي واحد جاكتة وكملات غرب القامجة اقترش انسان يقولك بالعاني حيدات القامج جاكتة بغت تقولي ان الصهد ومنك يكون الصهد مكن لبسوش جاكتة بالعاني كتمعني عليا حيث انا لبس جاكتة هذا سيكون غريب وليس انت تقوم بشكل غريب الحمد لله لانكم لا تقوم بعمل مجرم يعني لدينا الجريمة التي تقتل القادمج يعني لدينا الجريمة التي تقتل في المؤسسة لانك تريد ان تكون قد تخلق من الوصول على القانون بالمجرم نحن لدينا الجهل المؤسسة الكبيرة في المغرب تحية عالية لها لأنها تتخدم أطباء معها لأنها تريد أن تتخدم الناس لأنها مهم بساف وش بصح كان الناس يقدرون هذا الشيء كان واحد السيد كان يدوي في التليفون والأخر وقف أحده قد له لماذا؟ لأنه يدوي أحده ومعرفش أشنو قال قد أحد الأخر ردوا البل بساف من تشوفوا شي واحد عينيه في شكال ولا تشوفوا شي واحد يحقق فيكم تشوفه بواحد شكال غريب حاولوا تكونوا مؤدبين بساف يعني بغيت يدوي في التليفون يدوي بينك وبينه ذلك الإنسان وخد يدوي بينك وبينه يقدر يقول وقلك يدوي عليها يقدر يجي عندك ويقول لك لماذا تدوي عليها؟ كالإنسان عنده حاجة مثل مثل داليا ودو بير زي كيسون دائما تحسب رسول ناس بغني أديوه دائما 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 تحسب رسول ناس بغني أمسكسون يقدر يسترقون غير ناس بغني أسه ويقول لك مثلا كلا كسكسون ونسكسون كسكسون يناس من الناس تحاطل يقدر ينوض ويقول لك تقول لك تقول لك شي حاجة في الماكلة يقدر يكون غير رتاح عندك ونسكسون كتوقع تقول لك أحد كما ترضع منك يكون هذا الإنسان كيف يكون هذا الإنسان يجي سيتنوه بثاف أشياء يقول لك اقتراع والبغانوية تتركي هذا المناطة تتاكش هناك لديه مميزة أخرى النوع من زيت بردان يودعه الغازلان إلى الناس الاغازلان القوسية غير الزيتاء كيف يمكن أن تكون مرض؟ تقول الإنسان فيه الوصوص خيب 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 الوصوص فيه أنواع كثيرة إلا ما دويناش مع المرض ما نعرفوش كيف من نوع الوصوص عنده وش لسانغوم للغيفرانس وش وش الديليون للبرزيكيسون وش البرانوية وش حويش خرين وش عنده غير الانكسيتي وش عنده وش عنده ديابات ديابات نحن في الطب العام ديما مثل نؤمنوا بالنفسي حتى كنت هنا من العدوي ممكن ليش نقول الإنسان انت ماريد نفسي أنا طبيب عاما ما عنديش الحق نجي نقول لك انت ماريدها نفسي أنا سنعرف نقلب نقلبك هي اللي ولا شوف شنو عندك شوف شنو عندك شوفت واحد في القهوة الناد بغي يضرب واحد حقاش كان مقابل معه الكاميرا وخا ما كيصوروش وي مرحب 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 للا غزلان العيالات كاملين مؤسسات خسكم تعرفوا حد الحاجة إنسان اللي فيه الغيرة بساف غاتيندوه عليه فحلقة خاصة به ولكن هاد النوع هادا اللي مش كاب هادا يقدر يرتاكب جرائم خاطرة لان مني يبغي تبغي تخدم شي واحد يكون معك طباب ديالك بسيكاتر من الأحسن ويدير معك الانترتيان كتخلصوا في واحد النهار يقلس معك تشوف الناس اللي حاضرين يشوفوا مو شو ما هادوك المسؤول اللي عندك خصوصا الموظفي الكبار يعني اللي عندو شي قيمة كبيرة هاداك ضروري خصوص يكون أول حاجة قاري هاداك ضروري خصوص يكون أول حاجة قاري الوغدا بغنرجع الموضوع ديه اللي ارتاح لكم اللي هوت شوية سمعت مؤسسة ويد يقدر يكون عندو علاقة بثقة في الناس ولكن مني كيوصل درجة البغانوية ولينا في مارد ولينا في خطر ماشي مارد خطر ممكن نمشي للجامعة بزي المؤسسات الخدمة شنو هي الخدمة ديه الكاسيتي انا غادي نعطيك واحد الجواب ونقتر نسالي اللايف لان الجواب في كل شي حيث انا كنخدم معاكم سنعبر فيكم سنعرف العقلية ديه لكم كيف اشتير من خلال كومنتر ديه لكم سنعرف معا من سناثر شنو هي شنو هو الزيت ديه الكاسيتي اللي اللي كتسون يعلي ممكن نمشي للجامعة بزي المؤسسة ديه الخدمة شنو الخدمة ديه الكاسيتي أنا دا بغا نوريكم شنو هي تشوي سمعت مؤسسة شنو ماذا ت using المترجم للسؤال المترجم للتأكيد المترجم للجميع تتحرك من المترجم للقناة كيف اخترار يقول والله. اخواص لكم لأعملكم . اخواص لكم من ايضا. اخواص لكم بكين بانتو الى الناحة. الثاني حاجة اللي خاصة تكون واضحة عند الناس اللي خدامين في شي خدمة سمعني مزيان شغان قول كلاير داعليك لفت ديل انك انت عندك ام باتخون وخليتي الباتخون وصولتي ان دوكتوريس اللي كين في مدينة اخرى سلا فدير كنت تائه في العمل ديالك مثلا بوليسي وخاسي سمعني مزيان شغان يقول لك هادي نصيحة غادي تنفعك وغا تنفع بالسبب ديال الناس انت سوال سيني اذا ما عندكش لجاوب دوك انا خاسني نجاوبك يك اذا انا بغان ديلك سوائي خاسني ننفعك سؤال استفزازي لا وخيكم استفزازين غادي نسعام معهم بطريقة اللي طريقة طبية حدا بس دوكتور اسماك يانتخان دو دو بغلي هلو غشوف السيديراني اول حاجة غسك سعرف انك مني كتسني واحد القانط خامة واحد الشركة تيكون عندك انسول باطخون تيكون عندك مسؤول واحد مدير واحد هو المدير المباشر لك اللي منك اللي هاد السؤال هاد السيديراني هاد السيديراني هاد السيديراني هاد السيديراني هاد السيديراني لماذا لا ن المنطن المغربي لا تكون لديه علاقة طيبة مع المدير المنطن المغربي لا تكون لديك علاقة طيبة مع المدير يوقع في الجريمة وكيبقديمة هو يكسب بيك وانت لا تكسب بيه وحال تقوم حالة ودجارة ونقبة داخلة وستخيس ودكستخيس كيدير سارطان وستخيس كيدير كيخسر الهرمونات عند الليالات وستخيس كيدير التونسيو عند الرجال وستخيس كيخليك متنعس بالليل وستخيس كيدكنيشا القرر وشرب هادشي كله هلاش عنده علاقة بالتربية التربية هو انك انت مني كتخدم انت عبد vous devez comprendre ça une bonne fois pour toutes الله يرضي عليكم quand tu travailles chez quelqu'un quand tu te recrutes cela veut dire كن تايا وليتي serviteur ديال soit vous allez comprendre ça une bonne fois pour toutes soit vous allez souffrir toute votre misérable vie مني كتخدم فوحات البلاسة انتا كتزولي عبد تنگولي كدير كدير تنگوليك متديرش متديرش سافي بريسي ما تكون شعبت خود l'experience 5 ans 4 ans 10 ans خرج دير البروجيت ديالك ولا سير دورز عند MC4 ويدوي معك ويشوف لك الشخصية ديالك إذا ولك الطفل ديالك بشوية عليك لأنه ماشي جولي مقاول باش تكون مقاول خاص يكون عندك capital financier capital technique et puis capital humain alors capital financier capital technique سوف تكون منافق باش تكون منافق باش تكون منافق مشي دوم من ديالي ولكن رأس المال البشري دوم من ديالي يعني ممكنش انتا مربيك مرطباك حقر عليك وتقولي انا غن دير مقاول مقاولة ايضا تحريري و تقول لي انا سأجعل مقاولات و لكن ماشي انتايا فانيوم كاسول حتى لصباح و تقول لي انا سأجعل مشروع لا ممكن حتى التحرش و تصبح حلقة العمل ينفيذ مالقا للحصه سأجعل افضل مع باب الموجود حتى الاسم لا يستطيع ان تلمس عن افضل إن صاحب مقابل تجعل ذلك تصبح نحو كافيا ذاته يجب ان افضل تجويل سمعة مؤسسة إلكترونيين تكون لديها علاقة بالجهل والجهل منه يأتي لديك قانون داخلي لديك قانون داخلي هذا القانون الداخلي المدير يسلك في 2014 يدخل المواقع التواصل الاجتماعي في القانون الداخلي يعني يدخل ورقة ويكتب فيها لا ينبقى نخدمه بالقانون الداخلي القديم ويكتبك بصريح العبارة لأنك لا تعرف مجرد أن تتحدث عن المشكلة لأنك لا تعرف لا تعرف لأنك لا تعرف لا يمكن أن تقول إنسان لا تعرف سنقوم بإمكانك القانون الداخلي يجب الميزة لأنه قانون الداخلي ما حال هذه؟ لا توجد تيك توك لا توجد فيسبوك لا توجد تيك توك لا توجد تيك توك لا توجد تيك توك على مواقع التواصل الاجتماعي هنا جمعتي لا توجد تيك تواصل الاجتماع يعني هذا الموظف لا توجد تيك توك لا توجد تيك توك لا توجد تيك توك شاهدت ما يصابه يحصابه خلالك خلالك اذا مذهلا لا gerان فوق قال رحبت لمهنة فاكس مفيد لديك جديد مهنة فاكس نحن لا يوجد العقل كيف تخسر المهنة جدا حساسة وكيف تتفشش وكيف تكون عندي كيف تتفشش ؟ اذا انت تم تحاجم الاجتماعي قبل أن تزور صيد وكل مالك لأنه لن تدخل المواقع التواصل الجميع تدوي مع واحد الإنسان أو واحد الإنسانة لا أهم أن تدويه لقد أردت أن الناس الذين يدويه في الخاص هم مرضى نفسين أو مرضى عقليين أو مجرمين أو نصابة أو ضحايا في الطريق لا أستطيع أن تدويه مع شخصية الإنسان وكيف يتعمل معهم في حيات اليومية واللعب آخر بطبيعة حالة إذا كان قد دازوا لديكم بسبيل المثال أنت دازوا لدي الكثير وما الذي أخدم معهم بسبيل ما الذي أخدم مع الناس المدمين كثيرا لذلك لا تدويه انت دازوا لديك سراحة سأعجب وضع برنامج موظفك سمعت مؤسسة على الموظف العانيد انا بالنسبة لي اي انسان خدام عند انسان ما عندوش الحق ما عندكش الحق تفتح حساب على مواقع التواصل الاجتماعي الى ما اخذتي الوطوريزاتون من عندي وتعطيني الونام والبرنام او لا تعطيني الونام الذي ستكسب نسايا في هذا الحساب الواقع يحسن التليفون يجعلك تعيش الوحدة او لا انا موظف وعندك حساب في الانترنت او لا انا موظف وعندك حساب في الانترنت وهنا الحواج اللي ما كيعرفهم مش المديرين والباتخون هو ان الموظف اللي عندك من نسي يجعل واحد الحساب في مواقع التواصل الاجتماعي اما كيخرج بسميتو وكنيتو مثلا غايقولك اسمه حمدوني اما غايقولك تلليك طامو غايقل لك عيشه غايقل لك كوثر اذا اجري لدينا مجرد اخرى الادارة التي تجدتها لا تجد تقلّب الناس التي تجدتها ما يجب أن نجعله؟ نجد أن نجعله لن نرقب الموظف لتجدت تقلّب الادارة يجب أن نجعل اسمته محمد تدير هيتم او لاسميته هيتم تدير محمد وتيخرج او لاسميته يوسف تدير عالي وتخرج المواقع التواصل الاجتماعي باسم اخر وهو غادي فدك تغيير الاسم لشنو تدير واحد الغلط خطير انه ترجع الوظيفة ديالو باسم اخرى يعني السيدة مثلا هو عنده واحد البوست معين قلوا شوش باش من قولوا شي بوست اخر انت شاوش اسميتك يوسف تدير محمد تدير محمد تقول لها انا محمد خدم فهذا انا شاوش اسميته محمد فاتيحة شنو تقول تقول انا سنعرف واحد اسميته محمد هي لا هي ركت عرف واحد اسميته يوسف سمعة كثيرة امتح الاخرى يجب أن تكون عقل لا يمكن أن يكون عقل يمكن أن تكون عقل لا تستطيع أن تحقق على الإدارة كاملة لأنك تنسي منها يمكن أن تكون هذا كل ما يكون بالصح هنا يوجد جرائم كينا الجرام الإلكترونية وإستغلال الجنسي ونصب و هذه حالات تزوع لنا هذا ما سنحل قوس ونصده مرة أخرى سنتكلم عنه الجرام الإلكترونية الحلقة 1 قد وإستغلال مؤسسة لبنات العيالة والرجال كل شي أعطيكم نصيحة للطبيبة تبحث في الانترنت وكتشفت شوية جرائم الإلكترونية تبغيه من وسائل التواصل الاجتماعي سيدي كينا الرجال كتبوا في مواقع التواصل الاجتماعي وكينا الرجال كتبوا ديورهم وكتبوا فلوسهم والذكر من البنك على قبل مواقع التواصل الاجتماعي أعمركم الضحك ودي ما قولوا الله يستمر هذا الواقع هذا هذا الواقع نصحة لنا للشباب وللناس اللي كيدوزهم شي أزمة نفسية وللناس اللي المنعة ديورهم العاطفية مهزوزة وللناس اللي عندهم كتئاب وللناس اللي الله فقدو شي واحد عزيز وللناس اللي مدمرين من اللي تخرجوا لمواقع التواصل الاجتماعي مددوش في الخاص مددوش لأن هنا واحد المهنة قدر في الخاص شنو هي السعاية وللسرقة وللطلبة للاستغلاء لجوج الحواج اللي كيني في مواقع التواصل الاجتماعي في الخاص كلمان والجنس طيق أي إنسان يجي يقدر يشوه سمعه هو أصلا مخدام شفاع مثلا أنا در وصفها بسميتي وسينصبه على الناس شوه شخص يقدر الإنسان يشوه مؤسسة يعني يكون كس أنا أخدامه في مؤسسة ودار شو واحد حسب مزور بسميتي سيقول لهم شوه مؤسسة وانتي يحصفها مني كان ندخله سيقول لنا شو واحد أنا أخدام البوست الفلاني مع النتاشي دالي لأنه أخبرك شي كارتا مشيتي عنده الإدارة ولقيتها تجمع لها بسميتها نا مني كانت تجي وتدبع شي واحدة أنا أخدام في البوست الفلاني كيف تشارس أو لك تدوين مع شي واحدة وكتقول له أنا أخدام في البوست أشنو شنو 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 الهدف فعلا دكتور هدفتك صحيحة مرسي سيدي أنا أندوين معكم بكل سراح أنا لك سمديرا في مؤسسة يعني سأجبع الموظفين سأجبع الموظفين سأجبع الموظفين سأجبع الموظفين سأجبع التزام قوة وسأجبع التزام PEI مع 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 Soit tu vas être ferme avec les gens Très étanche Soit tu vas payer ça trop cher C'est une réunion Avec des réunions De sensibilisation Genre au début Je vais te faire signer Un document Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que tu vas à dire sur la famille Tu vas à dire sur la famille Mais tu vas au-delà de Facebook Si tu vas à dire sur les gens Tu vas à dire sur cette génération Tu vas-y aller vers la lampe Car c'est bien Non, c'est right Donc tu vas-y aller à tes qui sont Désolé Désolé La molarée Et si tu vas-y aller à tes Tu vas-y aller à tes لا يوجد الحق أن تكون برلماني لذلك لماذا لا تكون برلماني و لا تكون برلماني لذلك لماذا لا تكون برلماني لذلك حتى تتواصل الاجتماعي هم لا يوجد وطني لا يوجد فرض عليك أن يكونوا لديك أريد أن تتعرف ماذا يحدث في العالم دخل اليوتيوب دخل كمان فيزيتار لكن ماذا تتجير عليك؟ أريد أن تكون هناك تحديث عن عام وماذا توجد ماذا تший والزيق دخل اليوتيوب ولكن في تحديد الحساب لم تكن من بالحساب قدرين على التحديد فقط ينهز من قدرين لك إنه تحديد الصحين في حالة جميع العمل لذا، نريد ان تدعي الموظف لا تدعي الحساب الموظف انت مزواج عندك ولداتك عندك تفهمي اولا تسلي بعضها اولا كده اشنو اما عمد تدو في الغزم غتقولي كنقلب على النصف الثاني ديالك لكن انا طبيبا تنأكد وكننأكد وبيشدة وبيقوة على ان ممنوع منعا كلين البحث على شارك الحياة على مواقع التواصل الاجتماعي وكيف تنسي ان تعمل في مؤسسة حساسة باقي عندك الامال وكيف تكون لديك الفكرة واضحة في راسك انه لا تنقلب على مرة من الانترنت كيف اذا انت تخصك بسيكاتر سننطلب لكم الانترنت سنجمعكم كلكم اللي اردالك واللي راو خد جيب لنا المرة اللي جبتين سننطلب لها بحثة عددتزوج بها اكي ستعمل واضحة عددتزوج واضحة عددتزوج المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة يدخل في كسيدي وكلامك هو الكبير. ولكن انت ما صالحش الادارة ديالك. الانسان اللي تيدوي معه ان باطرون وما تسمعش له هو انسان غير موطاع. الموظف غير موطاع خاصه يطرد. موظف غير موطاع خاصه يطرد. اوتوماتيك مو خاصه يطرد. اي واحد عفوا. انت ما صالحش الانترنت خسك تخرج من الخدمات.